اهلا وسهلا فيكم من جديد بقناة كوني كروشي بيروت اليوم زقال لراد بدنا نتعلم نعمل مع بعض طاقية لطفلة من عمر 3 ل 10 سنوات كل يلي بديك تعرفيه من شان تقدر يتنفذي هالطاقية هو اطبتان اطبت المنزلقة و اطبت الحشو والشغل الثانية هي اياسات الطاقية طبعا ارتفاع الرأس يعني طول الرأس ومحيط الرأس هيدول بنوجده بجداول يلي بنعرف منهم اياسات الطاقية لكل الاعمار كمان الطاقية هاي فيك تعاملية لاي عمر ولا اناث او ذكور اهم شغلي طبعا هو اختيار الخيطان والابرة يلي او ابرة الكروشي يعني يلي بتتناسب مع الخيط اليوم رح بيستخدم خيطان فيهم اكريلك صوف اكريلك اه طبعا فيك تستخدمي اي نوع خات بدك صوف بدك قطن مش مشكلة اه كمان فيك تعاملية بخيطان سماك او رفع بالنسبة للأدوات هيدا كل يلي بيلزمنا بدنا مقص وابرة الكروشيل تتناسب مع الخات والخيطان طبعا وابرة التنظيف دبوس للتعليم والمازورة يلي بدنا نقيس فيها لنقدر ننفذ الطائية بدنا نكون بنعرف قطبة المنزلكة وقطبة الحشو بدنا نشتغل سنسال بطول او ارتفاع الرأس بنعمل سناسل بنقيسهم بالمازورة لنوصل ل22 سنتي بعدين بنبلش نشتغل قطبة حشو ونحنا طالعين صعودا نطلع بقطبة حشو واخر 8 قطب بدنا نعملهم منزلكة كمان بننزل نزول بس بننزل بالمنزلكة 8 قطب منزلكة بنرجع بنكمل حشو هالقطبة بدنا نكررها او هالطريقة بدنا نضل نكررها لنوصل لمحيط الطائية وبعدين انسكرها طبعا وبالاخير بننظف الخيطان من الاعلى ومن الاسفل وبتصير الطائية جاهزة عنا اول شي بدنا نعمل عقدة البداية او قطبة البداية بنرجع بنشتغل سنسال بعد ما بنشتغل سناسل بنقيس بالمازورة بس نوصل ل22 سنتي بنوقف هون انا عملت نفس الطريقة لاني ما بعتمد على قياس سناسل لانه بيختلف عدد سناسل حسب نوع الخيط وحسب اياس الابرة انا هون عم بشتغل بخيطان متوسطين السمك مع ابرة رقم 5.5 ان شاء الله تكون مبيني عليكم وهيدول الخيطان متوسطين السمك بدنا نشتغل بعد قطبة سنسال وبلش من تاني قطبة تعتبر هي الاولى بس نحنا هون هنبلش من تاني قطبة نشتغل قطبة حشو بدي اشتغل مش لنهاية السطر لا بدي اترك بالاخير 8 قطب بدي اعملهم منزلكة لهيك جبنا دبوس التعليم لقول 1 2 3 4 5 6 7 8 برقم 8 بدي احط الدبوس بشتغل حشو لووصل للدبوس ببلش بشتغل هدول منزلكة اشتغلت 28 قطبة حشو هلا بقيم الدبوس وببلش بشتغل منزلكة 2 3 4 5 6 7 8 برجع بارتفع قطبة سنسال وببرم الخيطان سوري ببرم الشغل بدنا نجي من اللوب الخلفي رح بتلاحظوا كل القطط لها لوب امامي ولوب خلفي نجي نحنا من الخلفي بنبلش نشتغل 8 منزلكة هاي واحد ناخد اهي اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تماني بس نخلص التماني بنحط الدبوس نشا ما ننساهم نحنا وراجعين بنرجع بنبلش نشتغل حشو كمان من اللوب الخلفي وببلش بشتغل قطبة حشو هاي اول واحدة هون تانية طبعا هنه 28 قطبة لما ننزل بنزول بدي وصل لنهاية السطر كمان بنهاية السطر برجع بارتفع قطبة سنسال وبطلع بقطبة حشو من اللوب الخلفي لوصل للمنزلكة بقيم الدبوس وبشتغل تماني منزلكة بارتفع قطبة سنسال وبرجع برجوع بدي ده الكررة لهالطريقة لوصل لمحيط الرأس يلي هو طبعا بدي يكون مدون عندك بالجدول حسب الاياسة اللي عم تشتغليه بعدين بتقصي الخيطان وبتنطفي طبعا البقايا بيكون جهزة عندك الشابو او الطاقية وصلت لنهاية السطر بارتفع قطبة سنسال وببرم شغلة وببلش من اللوب الخلفي طبعا صعودا رح اطلع بقطبة الحشو متل ما خبرتكن لوصل لعند الدبوس بقيمه ببلش بعمل اتماني منزلكة وبالاخير قطبة سنسال وبرجع برجون رح كرر لاشوف قدي الشغل اللي بيلزمنا لوصل لمحيط الرأس وبرجع لكون اذا الله رون بعد تكرار الأسطر وصلت لقياس الطاقية اللي بديها محيط الرأس يعني لما بتنيها هيك بشوف انه القياس صار كتير ممتاز طولا وعرضا طبعا هوني بتحسي انه زيادة شوي اكيد افضل منشان يلي بده يتنيها هيك تعرفوا بس تنتنى بيطلع موديلة كتير حلو للطاقية كمان طبعا بدأ نختمها او نسكرها من فوق ومن الجنب بس اهم شغلة قبل ما تختمي الشابو او الطاقية يلي عملتها تتأكدم لقياسات بالمزورة لانه اهم شي انك تعتمدي على القياس بالسنتيمتر مش بعدد القطبة بنا نبلش نختم جنب الطاقية بدي ايم هيدا الدبوس نيجي هون عند اول قطبة بدي يفوت بداخلة لا لا اسحب قطبة السنسال هاي اللي عم نشتغل فيها هون انا كنت عاملي السنسال لا بدي يكره كنت عاملي قطبة السنسال بكرة بدي يكون الشغل هيك منتهي باخدها لها القطبة لانه بدي مررها من الميلة الاولى هلأ بعمل قطبة السنسال برجع بفوت داخل القطبة التانية هيدا لانه اول سطر ما له لوب خلفي نشتغل من هاي هاي القطبة ننزل من الاسفل واسفل تاني ميلة طبعا هون بمبلش بمنزلقة لهيك بكون الشغل منزلقة باخد برمي من الخيطان بمررة من كل هالقطب برجع كمان تاني قطبة بنفس الطريقة هيدا تعتبر تالت قطبة وهي الرابعة بدي كمال اتمان المنزلقة بنفس الطريقة كمان هالشكل. هيك بيكون خلصه قطب المنزلقة. بدنا نشتغل قطب الحشو. كمان من نفس الطريقة بننزل من اسفل القطبة الاولى والتانية. نرجع بنشتغل حشو. يعني نفس طريقة الشغل منزلقة وبحشو. بس نحن وعن نختم الجنبان. وصلت للقطبة الاخيرة. اخر شي بعمل قطبة سنسال. بدي قص الخيطان. انشان ننظفهم بابرة التنظيف. طبعا بنحطهم بالابرة المناسبة لا تنظيف الخيطان الزائدة. ترجمة نانسي قنقر. هلا صار وقت نختم من الاعلى. بدنا نسكر الدائرة. بنجيب الابرة والخيطان نرجع نعملون عطاقين. نعمل عقدة. بدي مررهم من خلال القطب يلي هون من شان اختمالة طاقية. طبعا بهالشكل هيدا. بنبلش نمرر الخيطان. ده اللي بمررهم لوصل لنهاية السطر طبعا بتشد الخيطان على الاخير وبختمل. ممكن اتركها بس دائرة هيك مختومة. وممكن اعمل لها ببقايا الخيوط يلي دلو هيدولي 100 جرام. دل منهم هول. ممكن اعمل فيهم البومبوم وركبها فوق او اذا عندي طابط الفرو كما ممكن نركبها. هيدا شكل الطاقية من تاني مايلي. طبعا كل مكان الخيطان سماك من هون بتعمل كتير كسرات. لما يكون الخيطان رفاع ما بتعمل هالكمية الكسرات. كمان فيه طريقة تاني ان شاء الله بنرجع بنتعلمها. من شاء مايكون بالاعلى فيه ابدا كسرات. بدروس لاحقا ان شاء الله. بعد ما بتجهز البومبوم بكتير بها الشكل صار فينا نضيفها للطاقية. طبعا كل خيط من هول. يلي هي معلقة فيهم بنضمهم للابرة وبننزلهم بداخلها. ممكن نزلهم مش بالابرة هي ممكن بابرة كروشية رفيعة. بس رفيعة. لانه هون عم نشتغل فيها سميكة. طبعا بستاخد مكانة. نتأكد انه كماشناها مزبوط. هلها بنربطها من الداخل. طبعا كل هالخيطان بدنا ننظفهم بابرة التنظيف. نشام ما يبينو. بقلب الخيطان يعني منضيعهم بقلب الخيطان. والطاقية بتكون اغدت هالشكل. هيدا كان درسنا لليوم. بتمنى تكونوا حبيتوه. يكون هين عليكم تطبيق. شكركم جميعا على المتابعة والدعم. الى اللقاء ان شاء الله لدرس ترجمة نانسي قنقر. ترجمة نانسي قنقر. ترجمة نانسي قنقر.